خليلي أقول لحضراتكم إن الكابتن الخطيب بيدعو لاجتماع طارق لمتابعة موقف الأهلي من قرار كاف وحارج لحضراتكم كل حاجة بالتفصيل الممل لأنه مهم جدا جدا لكابتن محمود اللي مجلس إدارة نادي وكابتن محمود الخطيب عملوه دعا كابتن محمود الخطيب مجلس إدارة النادي وشاركة الأهلي لكرة القدم لاجتماع الطارق الذي تحدد له صباح الأحد المقبل لمتابعة موقف الأهلي من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية لدول الأبطال على ملعب غير محايت جاء تحديد موعد الاجتماع لحين انتهاء الفرق الأربعة التي تتبارى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة من مبارايتها وتحديد طرفي المباراة النهائية بشكل رسمي وفي ذات الوقت كلف الكابتن محمود الخطيب الشؤون القانونية بالنادي بدراسة الملف بالكامل شامل لوائح الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه اللي هو يوم الحد القادم بعد نهاية المباراتين تمهيدا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الفنية والأدبية ده أول حاجة عملها مجلس إدارة النادي الأهلي تاني حاجة الأهلي يقرر تصعيد أزمة ملعب نهائي دول الأبطال للمحكمة الرياضية الدولية ملحمة عملها جمهور النادي الأهلي في الهاشتاج اللي كان موجود هاشتاج اللي كان موجود مبارح ملحمة كبيرة جدا عملها جمهور النادي الأهلي من مبارح للنهاردة بمليون ونص أكتر وعدت الكل بيدعو كل جمهور النادي الأهلي مش كل ده طبعا ما جيش واحد في المية من جمهور النادي الأهلي ولكن الجمهور أو ممثلي الجمهور اللي كتبوا مبارح على الهاشتاج بتاع ستوب كاف كوروبشن أعتقد إن كان ليهم صرخة صرخة عدالة صرخة عدالة زي ما حضرتك شايف ستوب كاف كوروبشن تريندين ان سبورس ده في العالم كله مش في مصر بس جمهور النادي الأهلي بيسطر ملحمة من خلال التريند اللي أمام حضراتكم متفاعل معه ناس كتير جدا جدا لأنه شايفين هو إيه اللي بيحصل في أفريقيا ده هو إيه اللي بيحصل في الاتحاد الأفريقي ده هل ده طبيعي إن أنا بقى السنة اللي فاتت لعب في ملعب ألعب فيه السنة دي على أساس إن أفريقيا خلاص خلصت انتهت عايزين نطلع أو نفرق ما بين إن احنا بنتكلم عن الاتحاد الأفريقي والملعب وما بين المغرب والودات لازم نفرق ما بين الموضوعين أنا ماليش علاقة بالمغرب وانا لما اجأتكلم مع حضراتكم هقول لكم ماليش علاقة المغرب أخوتي وحبيبي وأصدقائي وموليق ناس كتير صحابي مش أنا الوحدي كل المصريين اللي يوم ناس صحابهم ماليش علاقة لكن أنا بتكلم على نغير أو نبدل الأماكن نبدل الأماكن ونشوف إيه اللي هيحصل هل الإعلام المغربي كان حيسكت حقه وإحنا كمان حقينا إن احنا نتكلم ونفضل وراء الموضوع لغاية لما نشوف إيه الموضوع إيه اللي بيحصل إيه اللي بيحصل وأنا قلت لحضراتكم منبارح أن النادي الأهلي لم يتأهل إلى المباراة النهائية يا عم إسلام إيه اللي بتقول أيوة الندي الأهلي لم يتأهل المباراة النهائية المباراة النهائية آآ تفضل الله تسعين دقيقة خصوصا بعد ما النهاردة وفاق ستيف كسب فريق في الدوري الجزائري سبعة صفر بتقول كامي يا إسلام سبعة صفر عنده معنوياته عايز يكسب طبعا عايز يكسب النادي الأهلي حقهم حقهم يعملوا كل حاجة فخلونا ننتظر إحنا نشتغل وإحنا نشوف شغلنا إحنا كجمهور وإحنا كإعلام نشوف جمهور آآ نشوف آآ شغلنا ولكن الفريق يبقى مركز في حاجة واحدة بس إن أنا عندي مباراة صعبة جدا جدا إن شاء الله يوم السبت اللي جاي صعبة جدا وبعد كده نشوف إيه الموضوع ترجمة نانسي قنقر